أيها الأحبة الكرام، إن الحكمة في التعامل والنصيحة من أهم الأمور التي ينبغي على كل واحد منا أن ينتبه إليها الحكمة في التعامل مع الأقران، الحكمة في التعامل مع الأهل والأولاد، الحكمة في التعامل مع الأقارب والجيران ينبغي أن يكون في تعاملنا حكمة مع الجميع فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن لا نكون منفرين وعدم الحكمة في الكلام والتعامل يؤدي إلى التنفير وأيضا فالحكمة هي ضلة المؤمن كم أخبر بذلك حبيب الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها وهل الحكمة تعني أن تكون لينا دائما؟ بالطبع ليس كذلك الحكمة هي أن تعرف ماذا تستخدم الردعة أو تستخدم العطفة على حسب المكان والشخص والزمان فالغاية واحدة ولكن اختيار الأسلوب الصحيح هو الحكمة ولا تنسى يا حبيبي قول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته